أعلنت منظمة التجارة العالمية أن الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وأستراليا واليابان لا يزالون على تحفظاتهم بشأن اقتراح تعليق العمل ببراءة اختراع اللقاحات المضادة لكورونا وقال ممثل عن المنظمة خلال اجتماع غير رسمي في جينيف إنه جارت ترحب بمقترحات لبدء مناقشة تعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية للقاحات المضادة لكورونا وتقود جنوب إفريقيا والهند حملة لتعليق العمل بحقوق الملكية الفكرية التي تحمل لقاحات المضادة لبيروس كورونا وذلك لكي تتمكن دول العالم كافة من إنتاج الجرعات التي تحتاج إليها لتطعيم شعوبها